مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب العزاء يصر قسم الرياضيات في مدرسة الأندلس الإبتدائية القاصة للبنين أن يقدم لكم درسا جديدا بعنوان تصنيف المثلثات أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتعرف على أنواع المثلثات بشكل واضح ثانيا أن يصنف المثلثات وفقا لزواياها وأضلاعها بشكل صحيح فبسم الله نبدأ بداية أحبة الطلاب ما الذي تعرفه عن المثلث؟ المثلث هو أحد الأشكال الأساسية في الهندسة وهو مضلع مكون من ثلاثة رؤوس أو زوايا تصل بينها ثلاثة أضلاع التي هي عبارة عن قطع مستقيمة الآن حدد المثلثات من خلال مجموعة الصور هيا أحبتي ضع إصبعك على الصور التي تمثل المثلث ثم قارن هيا بنا إذن هذه هي المثلثات لا بد أنكم يا أبطال وضعتم أصابعكم عليها إذن هذه مرة أخرى أحسنتم الآن سؤال حلوة شارك صفحة 405 انظر إلى المثلث الموضح أدنى أرسم خمس مثلثات أخرى لها خصائص مختلفة أكتب بجانب كل مثلث خصائصه مثل له ضلعان متساويان أو فيه زاوية قائمة أو فيه ثلاثة زاوية حادة أو فيه ثلاثة زاوية حادة وهكذا الآن أجب عن الأسئلة التالية السؤال الأول ماذا يمثل الشكل المجاور؟ هذا هو الشكل المجاور؟ ماذا يمثل يا أبطال؟ أحسنتم يمثل المثلث السؤال الثاني السؤال الثاني كم عدد زوايا المثلث؟ أين هي الزوايا؟ لاحظوا هنا هي الزوايا هذه زاوية أولى الزاوية الثانية الزاوية الثالثة إذن يوجد ثلاث زوايا السؤال الثالث أرسم خمس مثلثات أخرى لها خصائص مختلفة هيا بنا فلنرسم المثلثات حسب ما هو مطلوب بداية الشكل الأول لاحظ هنا وجود ضلعان متساويان إذن يمكن أن نطلق عليه اسم متساوي الضلعان والزوايا فيه تكون حادة الشكل الثاني من أنواع المثلثات لاحظ أطوال الأضلع هنا متساوية وأيضا الزوايا حادة ما معنى الزاوية الحادة؟ الزاوية الحادة هي الزاوية أقل من 90 درجة لاحظ هذه الزاوية أقل من 90 وبالنسبة إلى متساوية الأضلع كيف نعرف أنها متساوية الأضلع؟ أحبة الطلاب من خلال السؤال سوف يكون موضح لديكم هذا طول الضلع ثلاثة وهذا ثلاثة وهذا ثلاثة ستعرف مباشرة أنها متساوية في الشكل الأول سوف يكون هنا سبعة في الضلع الأول سبعة الضلع الثاني سبعة الأسفل سيكون خمسة سوف تعرف من خلالها أنه متساوى الضلعان الأمثلة اللاحقة إن شاء الله سوف تتعرفون عليها بشكل أوضح الآن الرسم الثالث انظروا إليه جيداً هنا يوجد مربع صغير ركز عليه عندما تروه في هذا المثلث مباشرة سوف نسميه بقائم الزاوية إذن هذا المثلث قائم الزاوية عندها تكون مقدار الزاوية 90 درجة الشكل الرابع يلاحظ هنا أحب الطلاب هذه الزاوية أكبر من 90 درجة نسميها منفرج الزاوية الشكل الأخير سوف يكون اسمه مختلف الأضلع وحاد الزاوية لاحظة الزاوية حادة طب مختلف كيف مختلف يا أستاذ سوف تكون أطوال الأضلع لنحو التالي هذا الضلع يساوي أربعة مثلاً وهذا ثلاثة والأخير خمسة إذن سوف تكون مختلفة ننتقل الآن إلى السؤال الأساسي من هذا الدرس صفحة 406 كيف يمكنك تصنيف المثلثات أحبة الطلاب يمكن تصنيف المثلثات بحسب أطوال أضلعها إلى ثلاثة أصناف الأول مثلث متطابق الأضلع أي له أضلع متساوية ثانياً مثلث متطابق الضلعين ضلعين متساويين في الطول ثالثاً مثلث مختلف الأضلع أي أطوال الأضلع فيه تكون مختلفة التصنيف الثاني سيكون هذا التصنيف من خلال قياسات الزوايا وأيضاً يصنف إلى ثلاثة أصناف أولاً مثلث قائم الزاوية انظر هنا جيداً عندما تكون الزاوية تحتوي على مربع تسمى متلث قائم الزاوية الآن قبل لا أكشف الصنفين الآخرين إذا كانت الزاوية أقل عندها أقل هنا وأقل هنا تسمى حادة أما إذا كانت أكبر لاحظ هذا الضلع أكبر هنا بهذا الشكل تسمى منفرجة إذن مثلث حادة الزاوية أو حادة الزوايا كلها حادة والتصنيف الأخير مثلث منفرج الزاوية لاحظوا هذه الزاوية منفرجة معنى منفرجة أنها أكبر من 90 درجة الآن أقنعني هل يمكنك رسم مثلث قائم الزاوية ومطابق الأضلع وضح ذلك باستعمال مفردات رياضية دقيقة انظر أحبك الطلاب إذن هذا هو مثلث قائم الزاوية وإليكم المعلومة الجديدة إذن لا يمكن لا يمكن أن نرسم مثلث قائم الزاوية ومطابق الأضلع لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون للمثلث قائم الزاوية فقط ضلعاني متطابقا احفظوا هذه المعلومة جيدا سؤال عبر عن فهمك أولا هل يمكن أن يكون للمثلث القائم الزاوية زاوية منفرجة؟ ولماذا؟ لحظة حبتي الطلاب أن مجموع قياس زوايا المثلث هي عبارة عن 180 درجة ولاحظ وجود الزاوية القائمة هنا مقدارها 90 درجة إذن 180 ناقص 90 الجواب 90 ماذا تعني التسعين؟ يعني مجموع الزاويتين الأخريات تساوي 90 درجة وأن الزاوية المنفرجة هي أكبر من 90 إذن الإجابة لا لأن قياس الزاوية المنفرجة أكبر من 90 طبق فهمك صفحة 407 هيا أحباء الطلاب نريد أن نصنف المثلثات وفقا لأطوال أضلعها وقياسات الزوايا أولا فلننظر إلى أطوال الأضلع مثال رقم 3 طول الضلع الأول 3 الثاني 3 والثالث كم 3 إذن نستنتج أنه متلث متطابق الأضلع أو متساوي الأضلع نفس الشيء ركز طول الضلع هو 3 وليس 60 60 هي قياس الزوايا الآن بالنسبة إلى الزوايا 60-60 طبعا قياس 60 وهي أقل من 90 إذن حد الزوايا بتار رقم 4 لاحظ أطوال الأضلع 9.9 و7 و7 ماذا تلاحظ هنا 7 و7 ماذا نسميه؟ مثلث متطابق الضلعان أما بالنسبة إلى الزوايا ركز في المربع وهو قائم الزاوية أحسنتم تدرب مستقل أحباء الطلاب أيضا في المسائل التالية صنف المثلتات وفقا لأطوال أضلعها وقياسات زواياها في هذا المثال ركز الآن أطوال الأضلع وهي على النحو الآتي 6 و 6 و 3.1 إذن التصنيف سوف يكون مفلث متطابق الضلعان ركز الضلعان وليست الأضلع يوجد الضلعان متساويا فقط أما بالنسبة إلى الزوايا ركز فيها 30 75 و 75 ماذا تلاحظ؟ جميعها أقل من 90 إذن نسميها حاد الزوايا مثال رقم 6 هيا أحبة طلاب أوقف الفيديو حاول حل هذا السؤال ثم عد مقارنة النتيجة هيا أحبتي لا بد أنكم توصلتم إلى النتيجة التالية التصنيف من حيث أطوال الأضلع ركزوا معي الضلع الأول 9 الثاني 12 والثالث 15 ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن أطوال الأضلع ما لها مختلفة إذن مثلث مختلف الأضلع وبالنسبة إلى الزوايا هي أن الزاوية على شكل المربع ومضاف لها المربع هل تسمي خاصة شو نسميها؟ قائم الزاوية أحسن ثم طلابية العزاء صلنا إلى المثال رقم 7 هيا أحبتي ماذا تلاحظ؟ عند تصنفه حسب الأضلع الضلع الأول 11 11 11 11 ماذا نستنتج؟ أحسنتم مصطابق الأضلع والزوايا ما لها حادة الزوايا الآن ننتقل إلى مثال رقم 8 أيضا بنفس الطريقة أطوال الأضلع 9.2 9.2 15.1 ماذا نستنتج؟ أحسنتم إذن مصطابق الضلعان يوجد ضلعان متساويان أما بالنسبة إلى الزوايا فهذه الزاوية الواضحة أمامكم 110 هي أكبر من 90 درجة نسميها منفرج الزاوية ثمنا أحباء طلاب إلى الواجب المنزلي حل تمرين 1 و 2 و 3 من الكتاب صفحة 409 بالإضافة إلى حل الواجب الإلكتروني على موقع المدرسة كنا لنهاي الدرسنا لهذا اليوم تمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته شكرا